طبعاً لا تفوتني هذه الملاحظة الأخيرة قبل الختام أنه إذا كان واحد عنده حرف ضعيف إحنا ما نركز كثيراً يعني لأن أكو أشياء تحتاج لها ربما سنوات فحرف من الحروف صعب ينطق مثلاً خلي يقوم يعني لسانه بحيث ينطق بالشكل الصحيح وإن كان واحد يقول أنا بيتكويني هكذا يعني ما أقدر مثلاً حرف السين عندي ضعيف هذا تلاحظوه كثيراً حرف الضاد عندي ضعيف يواضب يعني من عنده حرف الضاد من يستخدم حرف الضاد أصلاً في حياته اليومية في العامية يعني ما ما تقول ضاد أصلاً فعامتنا نتكلم يعني نخاطب بعضنا بعضاً باللغة العامية فخلي نقوم عن سنتنا أكثر إذا كان عندنا حرف السين ضعيف حرف الضاد حرف الراء حرف الشين عفواً أي حرف من هذه الحروف وإن كان لعلة معينة واحد عنده فراغ بأسنانه واحد عنده ماذا شنو أي شي خلي واضب فيجاهد نفسه في كل يوم إلى أن يضبط هذا الشيء إن شاء الله ويقرأ على الصورة إن شاء الله التي يعني جاء بهذا القرآن المعجز ونزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله ترجمة نانسي قنقر